السلام عليكم ورحمة الله ومعاكم سيد من قناة الإبداع والتميز دائما قناتكم أبدع واستمتع النهاردة بنتكلم عن التوقيع الإلكتروني أو الالكترونيكس جنيتشار وده بيكون مهم للناس اللي بتكتب عدد كبير جدا من الخطبات بشكل يوم وبتحتاج ان هي توقحها وثم ترسلها للعميل تاني النهاردة بنوفر عليك وقت ان انت بتعمل نفسك توقيع الإلكتروني وتخزنه على الكمبيوتر تقدر تحطه على كل الخطبات وبعدين ترسل الخطاب بشكل مباشر للعميل بدون ما تحتاج ان انت تطبع الخطاب وبعدين توقعه ثم بعدين بتعمله سكان وبعدين تبعته للعميل يعني بتوفر عليك وقت كبير جدا وبتسهل الامور بتاعتك بشكل كبير عشان نعمل الإلكترونيكس جنيتشار هلازم ندور على حاجة اسمها دو لما تيجي تفتح عندك المايكروسوفت وورد هنا هوت مش هتلاقي قائمة مكتوبة عليها درو تمام هنوقف نوع على اي مكان فاضي ونعمل دي ونعمل رايت كليك وبعدين نختار كاستمايز ريبن هو يعني تخصيص الشريط المهام او الشريط بتاع الادوات وبعدين نختار كاستمايز ريبن نختار تحت درو ونعمل اوكي بيضيف كلمة درو عندنا هنا هوت في القوائم ادي درو اهيت تمام ودي عندنا خيارات الرسم بتاعتنا ادي اللي هي المساحة وبعدين انواع الاقلام اللي اقدر استخدمها لما ندوس على الالم بتتديني خيارات كمان منها يعني سمك الخط اقدر اختار السمك اللي انا عايزه وبعدين تحت اقدر اختار الكلر في الغالب يكون باللون الاسود او الازرق نختار مسلا اللون الازرق وبعدين نبدأ ان تكتب بي الماوس اسمك او بتاعك اهو يعني تحاول تخليه بشكل دقيق على قدر الامكان وبعدين لو مش عاجبك تقوم مسح تروح على وتمسح وبعدين تحاول تكتبه تاني بشكل دقيق يكون قريب جدا من طريقة كتابتك للسيجنيتشر اه اللي انت عاوزها اهو كتبنا السيجنيتشر بتاعنا وبعدين بتختار حاجة اسمها انك توشيب تمام عشان يقدر يعلم لي على الشيب بتاعي اللي انا عملت له اه سيجنيتشر او الشيب بتاع السيجنيتشر بتاعي تمام بعد ما علم عليه خلاص ده اصبح تمام يعني صورة اقدر انقلها واخركها في اي جزء من اجزاء الملف اقدر كمان اعمل على الشيب بتاعي او بتاعتي واختار خيارات ان انا اخليها دايما اه او بحيث ان هي تكون فوق الكلام تمام اهو لما بقف عليها واعمل واخليها ايوة اهو يعني كده هو تقدر تنقلها وتحطها فوق اي كلام عندك موجود في بتاعتك تمام طيب انا لو انا عايز اوفر وقت ومش كل شوية اكتب السيجنيتشر ديت بقدر كمان اسجلها عندي على الجهاز ان انا اتبق اوف نهوت على انسيرت وباروح على الاوتو تيكست هلاقي في الخيارات تحت موجود سيف سليكشن تو كويك بارت يعني الاجزاء اللي اقدر اه انزلها اه بشكل سريع في الملف بتاعي باختارها نهوت اقدر اديها اسم كمان يعني مسلا هنسميه ده توقيعي واقول اوكي خلاص يبقى دلوقتي عندي التوقيع بتاعي متسجل على المايكروسوفت وورد اقدر في اي وقت اعمله انسيرت اهو مجرد ما بروح وبدوس على الكويك بارت بينزلي السيجنيتشر بتاعي بدون الحاجة ان انا اعمل الخطوات اللي فاتت كلها الطريقة التانية اللي عندنا هنا ان انا اقدر اعمل توقيع على الورقة يعني هوقع على ورقة خارجية وبعدين اعمل لها اسكان والاسكان يكون بزيغة يعني الصورة تمام اهو بعد ما اعمل اسكان هيظهر لي عندي صورة فيها التوقيع بتاعي طب ازاي هدخل الصورة ديت في ملف المايكروسوفت وورد هنشوف مع بعض ادي الصورة عندي اهي تمام هسيفها عندي على الجهاز بعد ما بسيفها اقدر اروح افتحها من جوه الماكروسوفت وورد الملف اللي انا عايز احط فيه التوقيع ادي الملف بتاعنا هعمل دلوقتي انسيرت بتاعتنا بنمسح هنا هوات السيجنيتشة العديمة عشان نحط الجديدة اهو بعمل انسيرت ايميج تمام وبجيب الصورة اللي انا عملت الاسكان اللي موجود فيها التوقيع بتاعي اهو ادي الصورة طيب الصورة دلوقتي في صفحة كبيرة ومش ده اللي انا عايزه انا عايز بس بس سهل جدا ان انا هقف اعمل على الصورة اللي انا فيها تمام وبعدين هعمل رايت كليك هاعمل هنا هو رايت كليك هيظهر لي خيارات الكروب تمام هاقدر هنا هوات اصغر الجزئية اللي انا عايزها اللي هي فيها التوقيع فقط اهو نصغر لحد ما اخد التوقيع بتاعي بس على الورقة البيضة ادي التوقيع وادوس في اي مكان خارج الصورة خلص كده انا عندي صورة مصغرة للتوقيع بتاعي اقدر اسحبه وحطه في اي مكان طيب اه لو انت كمان حاسس ان في فرق في الضوء الاضاءة مثلا بتاعة الكتابة والصفحة اللي عندك نقدر نعمل وبعدين نروح على حاجة اسمها اهو وبعدين نقدر نعمل حاجة اسمها يعني هنخلي الاجزاء اللي انا هعلم عليها اهو اللي انا بعلم عليها ده هو اللي هخليه بس اهو نمشي واحدة واحدة على الكتابة اهو نفضل يعني نزبط فيها بحيس ان ده يظهر لنا بس ويمسح اي حاجة حوالين اهو بعدين بعمل اوكي خلاص دلوقتي ظهر عندي وكمان عملت بحيس ان الاضاءة بتاعته يبقى نفس اضاءة الملف بتاعي اهي وكده متسيفة عندي نقدر ناخدها ونحطها في اي ملف عندي وفي نفس الكلام اقدر اسيفها عندي في تمام وبكده اكون عملت اه او توقيع الكتروني بطريقة سهلة جدا ارجو تكونوا استفدتم بشرح النهاردة ويريد ما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز والسلام عليكم ورحمة الله